اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحاكم السياسي ما لحقت غطت التشكيل الحكومي ببعبدة حتى طياروها وبلش تبادل الاتهامات بين فريئي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بخطوة مفاجئة سجل الرئيس مئاتي سابقة بتاريخ لبنان لناحية تأليف الحكومات وقدم بأقل من 24 ساعة على انتهاء الاستشارات غير الملزمة تشكيل حكومية جديدة هي أشبه بتبديل لبعض الوزراء وزراء حكومة التصريف ورغم إدراك ميقاطي ان الرئيس عون ما رح يقبل التشكيل المقدمة قرر رمي الكرة بملعب عبدة ويبدو من الأجواء السائدة ان الأمور رح تكون معقدة وصعبة وبتدل المؤشرات على عدم وجود حكومة جديدة في الأفق بالوقت نفسه بقي ملف ترسيم الحدود البحرية محط مطابعة واهتمام بالأوساط اللبنانية بانتظار الرد الإسرائيلي كل هذه المواضيع رح نحكي فيها اليوم بحلقتنا ورح نبلش القسم الأول مع الناشط السياسي والمرشح السابق عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل الأستاذ أمير المقداد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك صباح الخير يا صعد صباحي يعني حديث الساعة اليوم كله عن تشكيل الحكومية من بعد الاستشارات غير الملزمة بمتل ما سابق وقلنا بوقت كتير قصير وبسابقة بتاريخ لبنان قدم رئيس الحكومة تشكيلته إلى الأصر الجمهوري برأيك شو خلفية هالسرع يلي تقدم فيها التشكيلة هل مقصود قاصد الرئيس نجيب مقادي تطيير هايدي التشكيلة هلأ أول شيء واضح أنه فيه دفع فرنسي باتجاه تشكيل حكومة وأنا ما استغربت اللي صار للحقيقة إذا بترجع للاستشارات كل الكتل النيابية القادت مع الرئيس مقادي طالبت بتسريع طالبت بتسريع بس بذات الوقت ما حنا بده يتحمل مسؤولية ما حدا يعني كل الكتل الكبير اللي هني أول شيء بلشنا نحنا عم تخانق مين معه الأكترية لنشوف يمد يحكم ويزبط آخر شيء بنلاقي بالاستشارات مع الرئيس مقادي ما حدا بدي يفوت على الحكومة والرئيس مقادي كمان قال إنه كان التفاوض بشكل كان الحكي بأمور عامة ما حدا حكي لا عن شكل الحكومة لا عن وزراء ولا عن أمور تانية فأنا ما لقيت إنه قاعد الزلمة آخر شيء لا أنه ما حدا بدي يفوت على الحكومة بس ومعروف هي القوة يعني السنائي الشيعي هلو أبدأ إنه رغبته إنه بده يفوتوا على الحكومة بشكل حكومة فعمل عطى تشكيلة متل ما هي بس سناء غير هلأ هو بالتشكيلة أنا حسب ما شفت صار فيه تعديل بسيط خمسة في يعني في وزارة الطاقة يعني في قدس الأقداس طيال الوطن الحر لهي وزارة الطاقة وصار فيه تبديل يعني بوزارة الطاقة ووليد فياد ووزارة الاقتصاد كمان وبيت وزارة المالية بقيت للشيعة بقيت للشيعة هلأ اليوم كمان كنت عم بقرأ إنه هو حتى اسم ياسين جابر بس ما بعتقد إنه كان بالتنسيق مع رئيس بري حسب ما ساعته اليوم هيك سمعت أنا على الأخبار يعني أكيد ليسير فيه هيك ما حيحط من عنده بس ما بعرف ليه اليوم هيك قريت قبل ما إيجي أنا بس أنا ما ملقيته وقته الناس ما بات تحمل مسؤولية راح عطت تشكيله طبعا هي كمان بزيت الوقت شيل هاي دي كرة إنه كبه عند رئيسة الموريه وهو عارف سلفا لأنه نفس الشيء نحنا هنرجع نفوت بنفس اللي فتنا فيه بالحكومة السابعة مع الرئيس ميقاتي نعم كمان يعني صارت تروح وتجي إلى آخر شيء وصلنا لهذه التشكيلة تسريب تسريب هذه التشكيلة بهذا الشكل يعني عايب يعني بقول المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة إنه عايب الأسلوب يلي التبع من قبل يلي نفيوا إنه هن سربوا هذه التشكيلة برأيك هذه التسريب هي لضرب يعني هيدا أسلوب رئيس الجمهوري بالجواب على هذه التشكيلة؟ طبعا أول شيء نحنا يعني معوّدين على التسريب بنتسرب التحية ومتسرب تشكيلة الحكومية ده ما أنه مستغرب يعني كل تشكيلة حكومية ولكن هالتشكيلة وصلت على إيد رئيس الجمهوري وبالأماني ونحنا كلنا عارفينين إنه مش هتقطع وحيكون الجواب سلب على يومها نرجع نفوت بنفس الدوام يعني جديد وأنا بحسب ما شايف الأمور ما شايف فيه حكومة من هلا إلى تخلص يعني لها تجي انتخابات الرئاسية فيبدو حتى أصلا شكلها للحكومة كأنه عن بلولك إنه نحنا بدنا نكمل مقطع وقت من هلا إلى انتخابات الرئاسية طيب برأيك هذه الحكومة أو المرحلة القادمة بيقدر الرئيسة مئاتي بشكل هيك حكومة يدير الأزمة يعني إذا ما نحكي بس عن إدارة ما بنا نحكي عن حلول يعني واهم مين بيحكي عن حلول بهالفترة بأعتقد إلا إدارة الأزمة بتعتقد أنت برأيك كأمير المقداد هذه الحكومة قادرة تدير حتى الأزمة من هلا لانتهاء عهد الرئيس ميشيل عون؟ أنا ما بأعتقد تقدر تدير الشي الوحيد اللي اعتبروه إنه هو إنجاز وأنا بلي إنجاز إنه قدرت تعمل من الانتخابات النيابية مع أنه هذا واجب للحكومة تقدر صحيح؟ برح نايب علي درويش معي بيقول أنه كمان قطعوا عم دراسة ما لقى غير شيء نحن معوادين إنه مواحد يعمل شغله إن كان وزير ولا نايف أو حكومة أو رئيس جمهورية نقول عنه إنه إنجاز فيها لا لا هي غير قصة الوجوه والوزراء الموجودة بالحكومة فيه طريقة يعني طريقة العمل وطريقة الإدارة اللي نحنا شفناها حتكمل مثل ما هي إنصار فيها هذا التعديل الوزاري شو التحفزات على أداء الرئيس نجيب مئاتي بالمرحلة السابعة؟ يعني إحنا أنا بكتطلع بالقوانين إن كان قانون الكابيتال كنترول ولا قانون الموازن اللي راحوا بالنسخة الأولى والثانية والثالثة راحوا على الليجان ونرده هون إنت بفيك تقيم أداء الشخص بس مش إنه إذا عملت انتخابات ولا ما عملت إذا بتطلع به قانون الكابيتال كنترول اللي كان كارثة وقانون أحكام عارفية اللي راح بحتى بالنسختين طبعه ما كان مشجع أبداً ما بعرف نحنا يعني صرنا بنص السنة وبعدنا عم نحكي عن موازنة يعني اليوم في جلسة الليجان الموازنة بدون اليوم عم يحكوا يعني رحلوا كل شي لبعدين نحنا بعدنا ماشيين بكل هالكارثة اللي نحنا وصلنا إلى والوضع الاقتصادي دي رايح للأسرع نفس النمط المالي نفس النمط وبرجعلك لأول إنه كلهم دي يعني عرفت كيف إنه عم يشتغلوا بطريقة ما كانه كانه خلص خلصنا للدفور طبعاً عملنا الانتخابات مرتحين على وضعهم وهلأ في عندنا الوقت الكافي وفينا نقطع واقع يعني دايماً هلأ عندك انتخابات رئاس الجمهورية في عندك ثلاثة أربعة تشهر بعد فيك تاخده يعني ما بتلاقي فيه جردية ولا فيه ولا فيه حماس وحتى بيه قانون يعني خطة التعافي المالي اللي تقدمت يعني كمان إذا بتطلع على بنود عم تيجي تشطب عندها 60 مليار دولار منه يعني إشت الدولة صرفت 60 مليار دولار بدهم يجوا يعملوا إنه يشطبون ويحملون يعني الخطة عم بتحمل بس المودعين يعني هلأ عم يتسرب هي سرية بس عم يتسرب منها منا مشجعة أبداً وبس عم تطلع على حساب المودعين وحتى إذا بتفوت شوي بالتفاصيل طبعها بموضوع الصندوق السياسي بس كان فيه جواب كمان من صندوق النقد إنه ما تجربوا تحمله المودعين كل المسئولية يعني ما رح يوافوا على هذه الخطة مظبوط بس هي إذا بتطلع فيها المودع هو عم يتحمل وحسب ما شفنا إنه في مئة ألف دولار يعني كل شي تحت المئة ألف دولار على طريقة تعميم مئة وثمانة وخمسين حيترجع يعني على مدة سبع سنوات والكارثة الكبيرة ماش هون الكارثة الكبيرة أوكي فيه ناس عندها مئة ألف دولار ونزول بقطب واللي عنده فوق المئة ألف دولار كيف نرجعهم؟ هلكك؟ هنه يجو حطوه إنه بدن يعملوا صندوق سيادة وإذا بتطلع كيف الصندوق السيادة بدن يعني بانت من بنود الصندوق السيادة إنه بدن يرايح في الأموال يعني الأموال المنهوبة أو الأموال اللي راحت للفساد بدن يردوها ويحطوها فيه لا يقدروا هيده بدن محمد بن سلمان ما بيمشي فإذا بتطلع أنت بالطريقة اللي بدن يردو فيها الأموال المنهوبة يعني من خلال هالخندوق السيادة خيالي يعني مشروع خيالي مش بس خيالي يعني مستحيل يتطبق أو خاصة ببلد مثل لبنان فبتلاقي طريقة العمل رداً على سؤالك طريقة العمل منها جدية ومش بس هيك بتلاقيها منها علمية والأسوء من هيك إنه في حدا يفصلنا مين بده يطبق هول هاد اللجنة يعني بأنون كابتل كورونا قالوا في لجنة من أول شيء من أربع أشخاص رجع زادوا صاروا ستة أشخاص طب هل بيجوز نحنا نحط خط التعافي مالي ولا مثل أنون كابتل كنترول نرجع نضبط اقتصاد بلد منهار بلجنة هي تقدر ترجع تعمل إعادة هيكل وترجع الأمور وترجع تعيد النمو يعني بدي يخبرونا مين بدهم يعمل أول شيء هو مين مفروض ينفذها يعني المفروض ينفذها هو بنفذها مصرف لبنان والمصارف بس هيدا بتعمله طبعا مش بالشكل الحالي بس ما إذا هن مشاركين كيف بدي ما هيدا هو أنت أول شيء بدك تعيد السقة بك ترجع تعمل إعادة هيكلة للمصارف نعم بدك مصرف لبنان كمان ترجع تعمل يعني ما فيك تتركه بالوضع اللي هو فيه بترجع تعيد السقة وترجع كمان مصرف لبنان بدي يحط مونيتوري بوليسيز بدي يحط سياسات النقدية بأن نشوف سياسات النقدية يعني هي متل هي يعني مش نعمل قابل كنترول لحال وخط التعافي لحال وإقرار سرية المصرفية لحال في عندك باكيج بده ينحطه بنمشى فيه وبذات الوقت جواباً على سؤالك من بعد ما نحنا نعيد السئة ونعمل إعادة هيكل المصارف ومصرف لبنان نرجع كمان نعمل له إعادة هيكل إذا بدك يرجع نعيد السئة فيه هن اللي بيطبقوا بيطبقوا البنود وإن كان قانون السرية المصرفية. يعني عم تختصر للمشهد وكأنه هناك كذبة أو مسرحية تقول في مسرحية عم بيجربوا يركبوا هيك أدوار معينة مين بيديرها المسرحية كلها؟ مين المخرج؟ يعني كيف نحن هوا بسودوفي عنا أنتوني مرعيب؟ مين المخرج؟ طبع هيدا التوليفة أو هيدا التركيبة كلها اللي عم تفعلها؟ المخرج هي المحاصصة. المحاصصة وإذا بدك هلأ صار عنا شي جديد. وبالشخص مين اللي عم بيدير المحاصصة؟ الرئيس ميقاتي؟ في كذا حدا كان قبل انتخابات كنا عم نرى أنه فيه السنائة والرئيس ميقاتي هن كانوا بدون يقاطع قانون قانون إعادة التعايف المالي مثل ما هو. نعم. هذا الإيران بس. اللي عم بيصير نحن ما عندنا اليوم سلطة كمان سلطة مركزية لتقدر تطبق هؤلاء الإصلاحات. بس ما نحن اتفقنا أنه هيا مسرحية. طيب اكزاكلي بس أنا. لأنه راحلك لي لأنه وقت اللي بيكونوا كل هيدول المشاريع بالحكومة وبتحولهم على المجلس النيابي وقت اللي بيصيروا موضوع خلافي داخل الحكومة. يعني فيه مسرحية. يعني بيتم النقاش بالكابتال كنترول وبالموازنة وبأمور عديدة. بس يوصل الرئيس ميقاتي إلى حائط مسدود دغري بيحولها إلى المجلس النيابي. هل هذا ليس مسرحية؟ حلق مشكلتنا مشكلتنا نحن إن كانت مسرحية ولو مش مشرحية مشكلتنا أنه نحن اليوم هذا اللي كنا عم نحكي فيه قبل الانتخابات ونحذر فيه العالم. أنه نحن رايحين على مشكل كتير كبير. وأنا بنظري النظام السياسي والنظام الاقتصادي غير قابل للحياة بعد يمكن يضعين سنة. بسبب؟ بسبب السياسات. بسبب السياسات ولا بسبب النظام السياسي اللي في لبنان؟ هو النظام السياسي نتيجة حكومات بتعاقبهم ونتيجة كل هذه اللي سميناها نحن منظومة اللي وصلتنا لليوم. نحن الانهيار ما حدث في الفين وتسعة عشر على فكرة. نحن الانهيار مبلش من خمستعشر سنة لورا. يعني من الفين وخمسة عشر؟ نحن بلش من خمستعشر وبالك أكتر من هيك نحن يعني اللي صار رياض سلامي المصرف لبنان كان يغطي يعني بتقرير من تقرير اللي نبعت للأيام في الفين وخمستعشر كان في عجز تخبى بطريقة بطريقة. قصموه. مش قصموه. يعني نحط 4.7 مليار تغطيت إذا بدك. وتمرقيت بالبالنس شيت طبعا مصرف لبنان بطريقة. حطوها ضمن بند بالموجودات بالموجودات الأخرى حطوها يعني مصرف خباها يعني هذه بطريقة بتعملها إذا بدك عملية بالأكاونتنج يعني بتعمل تهريبة بطريقة معينة بتخبي الإخسارة طبعا وقدموا التقرير. هيدا طريق مين قدموا حكم مصرف لبنان. نعم. بالألفين وخمستعشر بالتقرير يعني أو إذا بدك البالنس شيت اللي بتتقدم. فالإنهيار حاصل من قبله ولكل عارف فيه وعم بيخبيه. ففيه طريقة شغل للأسف بعد الانتخابات هتكمل معنا. وهذا اللي نحنا حذرنا منه مشان يكنا عم ندعي بالتغيير وعم نخبر العالم انه نحنا عنا رؤية اقتصادية وبرامج تغييرية جاين طبعا. برأيك العالم لبتني ذاك سمعت الكون عرفت مدى خطورة الوضع اللي انتو عم تحكو فيه ولا خزالتهم؟ صار فيه خروقات يعني صار فيه خروقات. يعني أنا بالنسبة للي فيه إذا بدك فيه بروزين كونز بالنتيج اللي صارت. أول شي نحنا بنعرف إنه التغيير هو ما صار يعني ما حيصير بيكاب ستزر. نعم. ونحنا بنستبشر خير بين بالنواب الـ 13. والنواب مش بس النواب الـ 13. والنواب المستقلين كمان اللي فاتوا. فإذا بتطلع لأ صار فيه تغيير صار فيه خروقات خاصة مثلا بتطلع بجنوب الثالثي صار فيه. يعني من أول مرة من 1992 بصير فيه خرق إذا بدك للصناء الشيعي بنيبين. طبعا نحنا نحنا إذا بدك مضبوط صار فيه يعني تغيير ببعض الخروقات الصغيرة. بس أنا اللي اكتشفته إنه تغيير اللي نحنا لأ كنا بنطمح له لا. أبداً ما مصار لأنه إذا بدك صار فيه فرز أكترية متحركة. بتلاقي هلأ على القطع هيدا وهذا أثبت ثبتوا بانتخابات رئيس المجلس ونائم رئيس المجلس. وهيئة المكتب وحتى يعني. يعني أنت من الرأي اللي بيقول ما في أكترية بهيدا المجلس. ما في أكترية. في أكترية متحركة وتحالفات متحركة عم يشتغلوا فيها على القطع. وهون أنا بدعي النواب المستقلين والنواب تبدك معارب والتغييرين الجديد إنه يبلشوا يشتغلوا سياسي. ما عم يشتغلوا سياسي. ما عم يشتغلوا سياسي. أنا بلاقي بعضهم مكبّلين ولا أسيرين إنه إذا بدنا نرضى العالم وننضق. مظبوط نحن بنتيجة في ناس أعطوهم. بس هنم عم يرضوا العالم هيدا. عم بإذا عمل لك فيه بمحلات. فيه محلات. على الأداء. هل هو. نحن كمان ما فيها نيجي نطلب منهم أكتر من طاقتهم. مبين فيه تخبط. بس ما لازم يكمل هيدا التخبط. فيه عندهم وضوح تعتبر اليوم بالطريقة اللي هن عم شتغلوا فيها واضحين الجماعة. ما فيه كتير وضوح حصلا حتى باستشارات. يعني فيه ثلاثة ما سموا الرئيس. ثلاثة ما سموا الرئيس. ثلاثة ما سموا الرئيس. ما سموا هذا. نواف سلام. والباقي عشرة سموا. أنا أعلم حنس عشرة. وفيه ثلاثة ما سيسموا نواف سلام. كيف بتوصف لي هيدا؟ فيه هيك ضياع بالتوصيف لهيدا الأداء. وضع صديق بيقول إنه خي نحن مجموعة وضع صديق صديق. بيقول إنه نحن نحن تكتل. هيدا التكتل بيجمع عدة كتل لعدة أحزاب. ألفنا هيدا التكتل اللي هو مقلف من 13 نايب. ونحن إيه مش عكل شي متفقين. ولكن على الأمور الأساسية متفقين. برأيك التكتل 13 ما هي النقاط الأبرز الخلافية التي لم تتفقوا عليها؟ قبل الحديث عن النقاط الخلافية. كنت عم بحكي أنا عن نقطة كتير مهمة. وقلت إنه يجب أن يبدأوا يشتغلوا سياسيا. يمكن إنه يعتبروا محاصصة. حسب معرفة. ماذا أصدق بالسياسة يشتغلوا سياسيا؟ نحن نقاط بمجلس النواب. مثلا بإنتي خبر رئيس بره كيف كان يجب أن يتصرفوا؟ أول شي ما لازم أنا من نسبة لي إليه ما لازم لا نايب ولا كتلة نيابية تحط ورقة بيضة. ما لازم يحطوا ورقة بيضة. لازم ينقوا حدا. لنش عم نيجم نقول ورقة بيضة. طبعا نحن نواب جديد منتخبين أعطوك توكيل. عندك أنت تروح هذا التوكيل تستثمروا. طبعا نحن نحط ورقة بيضة. خبرني أنت. عم تلغي حالك. عم تلغي حالك. عم تلغي حالك. موقف. الموقف بتاخده مرة مثلا. لكن بعدين نحن اليوم في مجلس النواب اليوم بدنا لكل يعرفوا. أنه مجلس النواب والليجان. طب كان لازم تفوتوا أنتوا على الليجان. لأنه الليجان النيابية هي بدأت تدرس هؤلاء اللقوانين اللي حتأثر على الاقتصاد من هون لمبعف لثلاثين سنة. نعم. حسب معرفة صح أنه اللي منيح اللي صار أنه لأول مرة بالليجان صار فيه انتخابات قابل دائما بيتفوا من بعض. تعليم صحيح. عم يعملوا نوع من داخل المجلس نيابي. أوكي كتير منيح له هلأ. بس نحن في عنا أربع سنين لقدان. ونحن معلقين أمالي عليهم. ما بدنا نحملهم فوق طاعتهم بس بذات الوقت بدنا بدنا شيء ملموس تنجبل يعني. أمير المقداد المرشح عن المقعد الشيعي بجبال لو ربحت الانتخابات ودخلت إلى المجلس. بغض النظر إذا كنت مرشح إلى رئاسة المجلس من قبل تغييرين أو لا. أنت كشيعي تقبل أنه ما يتم انتخاب رئيس الشيعي وينضرب العرف بهذا المركز؟ أنا إذا أنا إذا بتسألني رأيي الشخصي أنا بتطلع بالشخص. هذا ما بتطلع بلا بطاقفته. بس أنت ابن الطاقف الشيعي ومرشح عن المقعد الشيعي. أنا بالنسبة لعلي بدي شخص يكون يمثل طموحاتي ويقدر يشتغل صح. إن كان شيعي يعني أنا ما بيهمني إنه أضرب عرف. لو كان بالمجلس مين تنتخي بغير رئيس برا. كنت حطيت حدا شيعي تاني؟ كان بحط حدا يعني هلأ ما كانت بالمجلس. لو كانت بحط المجلس كان بدي شوف أول شي فيه اثنان كريتيرا. عند أول شي صوتك بدك تحط شخص أول شي لتعامل موقف. صحيح. وثاني شي ليكون صوتك مهم لتقدر توصلها لشخص. أنا ما بدي كمان نحط شخص عارفينه. هاي النقطة اللي ما عارفوا اشتغلوا لي بعض لليا. بالضبط. يعني نحنا مش بس ما نحط ورقة بعيدة ما هدا عمل لك. ما بدنا نحرقه للصوت. وبذات الوقت بدنا نحط نعطي الثقة لحد يقدر يمثلنا طموحاتنا. وأعرف إنه نحنا طب نحنا عم نيجي ندعي لإصلاحات ضمن النزام الداخلي للمجلس النية. ونغير طريقة العمل. بدي شوف مين بيقدر. أنا بالنسبة لي بانتخب حدا من غير طايفتي حتى لو العرف هايك بيقول. ما المشكلة يعني؟ ما المشكلة إذا راجي مهورية درزة ولا سنة؟ والعاكس تمام. يعني نحنا ما هو مشكلتنا اليوم نحنا بلبنان. هو هذا النجاح. هو الطواقف. يعني عن نوقف محل. فيك تنتقل أنت اليوم. يعني تبلش بضرب الأعراف الدستورية من فوق بدل ما تبلش تصلح من تحت. اليوم الغاء الطائفية السياسية. مشروع يعني اللي بيفهم فيه واللي ما بيفهم فيه. بيقول لك خيي هيدا مشروع بده عشرة خمسة عشر سنة ما بعرف قديم كي بده جيل بإمه وبايه يقطع كرميل. نقدر نحنا نبلش نطبق فعليا موضوع الغاء الطائفية السياسية. هيدا داخل الأنفس بس مش بالنصوص يعني. هل قدي موضوع بياخد وقت. اليوم طرح مارك داو أنه أنا خييي مع انتخاب رئيس المجلس منو شي. هيدا شي رح يودي بعد أسبوعين كان لطرح رئيس حكومة منو سنة. لطرح بعد أربعة شهر رئيس جمهورية منو مسيحة. وبيفوت وبيخرب البلد. بس ليه بده يخرب؟ ليه بده يخرب. لانه انت منك لانه انت اليوم لو لو أرضيتك أو لو القاعدة طبعا أو الناخبين بالبلد أو اللبنانيين جاهزين. بعتقد بعتقد ما كان عنا هيك مجلس نيابي. يعني لو لو نحنا مجهزين. انت ما بتعتقد اليوم المجلس نيابي نصه انتخب على أساس طائفة. بلا. البرايوريتيز تابع العالم ما كنت عم بحكي. انه انه أولويات العالم. بعد اليوم أمور طرح فيها. بعد انه نحنا لأ بعد نمشي على الخط ومين بيحمينا. فما انتخب لأيكس. عارفت كيف؟ ما من نروح. لازم بلج من العالة. ما بيهمن اقتصادهم ولا حياتهم ولا البنزين ولا خبزهم. لا. مع انه عارفنين انه. وحزرنا نحنا بالجولات الانتخابية. وبالطلات العالمين. نخبرهم ونحكيهم بالأرقام. ليس بس نحكي حكي شعال. وينونا اي معكم حكي. كان في تجاوب معك بمنطقتك؟ نعم. كان في تجاوب معك بالحملة بمنطقتك؟ كان في كتير. نعم. بمنطقة ليسة. عم بيحكي بالأنا ابن المنطقة. وبعرف يعني شو قدي مدى الدقة بهذا الموضوع. وبهنيك انا صراحة كابن منطقة. وانا بشوف حالي فيك يعني. انه عن جد قدرت هيك توقف تاخد هذا الموقف الشجاع. بوجه كل شي طردته. كيف كانت الحملة؟ كيف وجهتها؟ كيف طردتها قصص من داخل منطقتك؟ من داخل البيئة الشعية؟ هلأ اللي صار انا تخونت كتير. انه اتهمت انه انا سفرات. طبيعي. وتمويل. وا 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 وا. يعني بتلاقي الاشخاص ما بيتطلعوا بتاريخه للواحد ولا شو. يعني اديه تعب ولا شو عامل ولا شو الخلفية طبعا. بتجي لانه انت. قررت. خيار سياسي. قررت تاخد الخيار لتقدر تعمل تغيير. بلا تشايفه انت عمي نهار وانت وعايش برا. ويمكن اخشي تصير بلا وطن. تجي يعني بخونوك. بهيك دغري يعني بلا ترجع بتعط معهن. وتفسر لهم يعمل موضوع واحد اثنان ثلاثة. طبعا عملت تعمل 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 فرق كتير كبير. بس بزيت الوقت ملقيت فيه يعني الناس عندها بعدها نقزة. يعني بيقتنعوا بس عندهم النقزة. شو النقزة؟ مين بدوا يحميهم؟ مين بدوا يحميهم؟ هيدا بيرجع لانه نحنا للأسف يعني. عايشين تلاحت. مش بس هيك بتلاقي يعني ما في انتماء وطني. اذا بدك انتماء اكتر يعني بتلاقي الانتماء الطائفة والمناطق. بيطغى على المورد. بيطغى مش بس بيطغى. اصلا مش موجود. يعني في كتير في كتير عن الناس بتاعد ما بتلاقي انه انه الوطن ولا اللبنان او كذا. اي دا اخر شي نحنا بنحكي فيه. فهيدا وموجود وينما كان انتبه. امم. وينما كان بتلمسه. انه اخر شي بصيرو بيحكوك بال... ديما يعني كل عالم بتحكي ماكرا باوليتيكس وجيو باوليتيكس. ما حنا بيتطلع انه عارفت كيف. نحن بعضهم بالحي وبالطايفي. بموضوعك لفت إلى شغلة كثير مهمة أنت عم تحكي عن أنه التغييريين لازم يتعطوا السياسة. حكيت على أن الصوت يعني الفوت اوتيل يعني الصوت اللي بيعطي نتيجة. يعني اليوم النواب التغييريين برأيك بروباجاندا كانوا بكثير من الأوقات عم بيستعرضوا المواقف تبعهم وما كانوا عم بيركزوا على أنه يقدروا يوصلوا بانتخابهم أو بتسميتهم إلى هدف رابح؟ باللي شفته أنا شخصيا مش بروباجاندا إذا بدك بعضهم أنه بدهم يعني كأنه بدهم يسجلوا موقف وبدهم بعضهم يبرهنوا للتغييرين وللناس بدهم نغيروا أنه نحن عم نعمل هيك نحن يعني عم نشتغل عكس الطيار ولا نحن يعني اليوم نحن بعد ما بعيد عنه. هلا في شغلي كمان. انت بتوافق يضلوا هالقد في قاصمين المجلس يعني مثل كأنه المنتخبين الآخرين هن بعضع. ما هذا كنت أنا بعد ما بدي ايجي. بدي خبرك شغلي أنه نحن اليوم لازم نقتنيع بشغلي. نتيجة الانتخابي. نتيجة انتخابي. نتيجة انتخابي. وبدنا نتعامل معهم. ما فينا ما نتعامل معهم. يعني إذا انضلنا. وهنا بالنتيجة يعني معهم اكترية بقلب داخل مجلس النواب. لو نقدر نغير. بقلب نغير مجلس نواب. بقلب مجلس نواب. بدنا اكترية معنا أصوات. يعني أقصد أرقام. بقلب نتعامل معهم. وأكتر شيء. بدك تعد يا خي. تعد معهم. حط هذه المشاريع. بنحط هذه المشاريع اللي عندنا إياه هون. بنحاول نقرب وجهات النظر. ونقنعهم انه انتو الطريقة اللي عم تشتغلوا فيها غلط. ونحن لازم نشغل هيك. هذا كان يطلب انه نفوت على الليجان. يعني أصدر بالنهاية الواحد يطلب نتيجة شو عملوا هون النواب. ومش بالمواقف اللي أخدوها. بالضبط. لذلك يجب أن يشتغلوا سياسيا. ومنها محاصصة. اليوم إذا أعاد اليوم الناس هون انتخبوهن. هن هيك ساقة بيشتغلوا بهذه الطريقة اللي هي طريقة غلط. ووضيت لكارثة. وفساد وحرامية اللي بدك يا. بس هون موجودين بطريقة منتخبة. بعد نقدر نشوف كيف بنا نحنا نرجع نبني الاقتصاد. وهون الأوانين اللي بيأسروا على حياتنا اليومية. كيف بدنا نشتغل المؤن فيها على القطعة. لا نواب التغيير. وحتى نواب. على الأقصى عندك في عندك تغيير. في عندك مستقلين. في عندك القوة السيادية. ومعاربين. يعني صاروا ما عرفت. كل واحد بدي يسمي حال وشكل. وكل واحد بيصرف شكل على حسب شو كان الاستحقاق. يا بدهم كلهم يتفقوا. يا شكلوا نوع. إذا بدك يا أكترية ولا مش أكترية. إنه على قليلة حجم تقدر تفاوض فيه على القرارات الجميرة. أو بنكمل بهذا الأسلوب. الساعة بيكون كلهم خصائيا. وحيكمل مثل انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والاجتشارات. حيكملوا بنفس الطريقة التعاطي. وآخر شي حنظم لحنا إنه نحنا ضد. وعم بنعيت. وضح صادق بيقول إنه لو حزب القوات اللبنانية سمى نواف سلام. كان نواف سلام رح يكون في عنده جدية أكتر بالوصول. ساعتها كان بقية الكوة كلها توحدت حوله. برأيك من أجهد تسمية نواف سلام وإيصاله إلى التكليف. وإحداث أي تغيير بالبلد هو حزب القوات اللبنانية؟ هلأ بيتحمى جزء. هلأ نحنا هو قبل كان من المنظومة. منظومة. غير إنه المنظومة. هو بيسمى نواف سلام بالإستشارات قبل. وهلأ حسب ما عرفنا إنه بالدكتور جعجي. أنا عكي تبرير الدكتور جعجي. ما فهمته صراحة. ما أتناعت فيه بس كمان ما فهمته. حسب ما فهمت إنه لأنه هو يعني ما إجاع عرض شو المشروع طبعه أو ما حكي معه. أفيد عيسى بيقول مبارح إنه ما دقل له. شكره. لكن ليس مقبول إنه يكون فيه 46 صوت امتنى. والرئيس مياط يطلع 45. يعني فيه شيء ما نطق. طب إذا مش الدكتور نواف سلام غيره ما فيه. طب إحنا إذا بنا نغير إذا لا درنا نغير بمجلس النواب. ولا بالحكوم اللي كانت أهياً بكثير. إذا هناك عندك شوية خصوصية بموضوع السناء الشيعي وأخذوا السبعة الشي النائب. وقصت وما بدنا نعمل مشكل معهم. طب خيب الحكومي ليه ما. برأيك عدم التسمية من قبل التيار والقوات اللابنانية. كان مقصود كرمال يريحوا على رئيس مياط ويوصل؟ أكيد فيه. إذا لا يوجد تسوية خبرونا لماذا؟ يعني لا يوجد تسوية صادق. مثل ما أنت قالت كان فيهم يسمون غير حدا. عندهم تحفظات على الموضوع. وليس فقط في كثير أسامة موجودين يقدروا فعلا يتحمل المسؤولية. وعندنا رئاسة حكومات فعلا عندهم الخبرة كافية وعندهم الاتصالات الدولية إذا بدك لا يقدروا يقطعوا هذه المرحلة. لكن قلت لك من الواضح أنه إذا لم يكن هناك تسوية بلشت بمجلس النواب وخلصت بالحكومة، إذا لم يكن هناك يخبرونا لماذا؟ أنت يراك أن هناك تسوية بلشت من مجلس النواب للحكومة؟ هذه هي كالمحاصصة التي نحن نتحدث عنها. بموضوع سلاح الحزب، ما تصني في سلاح الحزب؟ أنت سألت كثيرا عن هذا الموضوع قبل كل الإطلالات، أعتبرت أن هوا سلاح طبعا عليه خلاف وما علاق إجماع، ولا بحياته كان علاق إجماع قبل الألفين وبعد الألفين. بغض النظر عن كل هذا الحديث، أنت اليوم أمير المقدات، الذي تقعد بينك وبين حالك، وترى هذا السلاح بأيد مين، وهذا المين كيف يتصرف بالدولة اللبنانية؟ ماذا تصنف هذا السلاح؟ أنا بالنسبة لإلي، إذا أريد أن أكتبني دولة، أريد أن يكون هناك جهة واحدة مع السلاح، هذا الـ ABC تبع دولة. يعني إحنا 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 ما نكمل هذا وما في دولة، وكل واحد عنده دولة. يعني السلاح مسؤول عن عدم وجود الدولة؟ طبعاً جزء هو جزء من أنه لا تقدر تكمل بدولة، يكون في طرف مينما كان طرف، وعنده سلاح، وعنده تأثير داخلي، إن كان حزب الله، أو إن كان القوات، أو الشراك، ومينما كان عنده سلاح، أو عنده أي قوة زيادة بتقدر تفرض اللي بدك له، طبعاً هذا يتعارض مع بناء الدولة، وهذا شي طبيعي. فنحنا في عنا نموذج اللي نحنا الموجودين فيه، وفي نموذج إنه بدنا فعلاً نبني دولة، وهي الدولة، يعني شو يعني هي المؤسسات، ويكون عندك خلال استقلالية قضاء منتك، كيف بدك كمان تفرض، يعني بدي يكون عندك قانون، بدك عندك قوة لا تفرض القانون، وهي law enforcement، يعني فرض قوة فرض القانون هي اللي بتفرض، وهيك تعمل دولة لا تقدر تطبق الأوانين، إذا عم نعمل قانون، ونقرها، وعننا كثير قانون، بس ما بتنقر، ساعتها ما أقرأ، لأنه عم توقف قوة السلاح. طبعاً، فنحنا لتلك أنا بالنسبة لهذا، هذا بيتناقض مع مفهوم بناء الدولة، وأنا بنادي ببناء الدولة، يعني خلناك، بذات الوقت بيجي بتطلع إنه بدنا كمان ننتبه لشغلة إنه عندك فئة من اللبنانية، قلت لك إنه هيدا السلاحة ميحمينها، ولأنه ما في دولة قوية عم تحمينها، اللي أنا بدي أحكي بهوم بهذا الموضوع، لأن موضوع مشكلك أو موضوع خلافي هلقت كتير كبير، وعم بيفجرك إذا بدك دايماً مطروح، وما حنقدر نوصل فيه لمحال، بدك تجي تلاقي له حل، والحل بدك تلاقيه، ما فيك تجي تفرض حل، تقدر تلاقي حل سلاح حزب الله بالداخل اللبنان اليوم؟ قد ما تقعد تحكي؟ ما فيك، بس بدك قلتلك يعني، حزب الله مرتهن لإيران بالكامل؟ ما في كل قوة، كل قوة سياسية بلبنان عندها، عندها امتدات خارج، إن كان من خلال، بمدوم بالمصارب، والأشخاص اللي كتماعون عليها عندهم امتدات خارج؟ لا، هو عمل لك قوة الأحزاب المنظومي، يعني إذا بدك، إذا بدك تفليهم، يعني حزب حزب، إذا بدك تطلع كل حدا عنده ارتباط، مش كلهم، طبعاً لا، مسألني، لا، طبعاً نحنا كنا، ما حدا عنده، أصلاً ملنا حزب، نحنا أشخاص، كنت وصلتوا لو، نحنا أشخاص تغييريين، الإسلاح الوحيد اللي عندنا، ما هي البرامج التغييرية والاقتصادية؟ ما بتوافق على مقاومة من يسمون حزب الله أو سياس حزب الله بالاحتلال الإيراني؟ أنا توصيف غلط بالنسبة لي لي، يعني جارك كان من فارس سعاد، ما بتوافق معه بهالأدب؟ أنا التوصيف، أنا من هو التوصيف، لا، أبداً ما بتوافق عليه، فيه نفوذ كثير قوي، ما بسمي، لأن الاحتلال لما ينزل، لا، بدك تلاقي له فلسفة معينة، العناصر طبعاً، عناصر فيك كدفينيسيون، هني اللي بيعتبروا أنه حزب الله هو العنصر العسكري طبعاً، كل شاء، هلأ، قلت لك عنده النفوذ كثير قوي، عم يعملوا البدونية آخر نهار، والأمور إذا بدك الكبيرة طبعاً هني بيقرروا، يعني ما فينا تخبّى وراء أصبعنا بالسياسة الخارجية، والأمور المهم، هني آخر شي يعني، عم بيقرروا البدونية، عم بيقرروا البدونية، وهذا ما فينا، طبعاً، مش كل الأرارات بلبنان يعني بيقدروا يطبقوها، مثل ما هي، صعب نحكي بالأمور الأساسية، بس أنه كلمة احتلال، شوش تركنا إذا إجرى نزل، يعني، جيش معادة وفاتعة، شو هذا شو نسمي، شو هذا شو نسمي، نرى فات كيف فات الجيش، وكان قاعد وفعلاً محتل، طبعاً، شو بسمي احتلال، بلس مثلاً، أريد أن أسألك، كنا نحكي عن تسميات، كان لدي سؤال في فيتو، بموضوع الحزب الاشتراكي، كيف تجد اليوم، من بعض الحديث، أنه في تعدد صار بوجهات النظر بين، واختلاف بوجهات النظر بين، نائب تايمور جنبلاط، ووليد باك جنبلاط، كيف لقيت تسميت وقرار، دعم المرشح أو السفير، نواف السلام لرئاسة الحكومة، من قبل تايمور باك جنبلاط، بالوقت اللي وليد باك كان بده الرئيس مئاتي، هل هيدا تغيير أنتو بتنشدوه، هل هيدا؟ طبعاً، أول ما بلشنا، أصلاً هو حكي أنه بده نسمى الرئيس مئاتي، وليد باك؟ وليد باك، نعم، رجع، داخلياً، هيدا التغيير اللي بتنطرون الأحزاب؟ أكيد، ما هذا اللي كنت عم بحية، ونحن، أخر نهار، ما فيك تلغي هول الأحزاب، هول الأحزاب عنده تمثيل، وأثبت أنه اليوم بعض التمثيل طبعاً كبير، وفعاق، بنسب مدفاوتي شوية، راجعت بمناطق نسب مئوية 2 و 3 و 4 بالمئة، إذا بلاك تيجي تعمل، هيدا مش شعر، هيدا مش شعر، وهذا اللي عم طالب فيه أنا، نواب التغيير، إنه بدك تقدر تقنعه، لا نحن نقدر آخر شي، توصل للحزب لي، نحن هو كان شارك بالمحاصصة، وكان بالمنظومة، لا تقدر آخر شي، تقنعه، وطبعا أنا إذا هذا الموضوع، مثل ما أشرت، طبعا هذا التغيير يعول عليه، إن كان بالحزب الشراكي، ولا أي حزب سيادة تاني، لو كنت بالبرلمانية، لا كنت تنتخب لرئاسة الجمهورية، النائب نعمة فريم، طبعا، أنت منتصب إلى الحزب الوطن؟ أنا، هلأ، موضوع مشروع، أنا تترشحت، عن مشروع وطن الإنسان، نعم، وهلأ، نحن إن شاء الله قريبا، بنعلن على شيء، عن شيء بموضوع، مشروع وطن الإنسان، يعني شخصيا، وأنا طبعا، هكون ضمن، ضمن هذا المشروع، وأكيد، بلا ما أفكر، أنا، كيف كان تجربتك مع حزب الكتاب اللبنانية؟ والله، حزب الكتاب اللبنانية، بالانتخابات، عملت علاقة كتير قوية معهم، خاصة، يعني أنا هون، بديت شكر، يعني إقليم جبال، وإقليم كسروان، فعلا، يعني، اشتغلوا معي بطريقة، ويعني، شو بيقدروا، يعني، كل أنواع الدعم، وفروا لي إياها، فقالت لك، بظرفة كتير قليل، صار في علاقة كتير قوية مع، يعني، الحزب الكتابيين، وطبعا مع دكتور سليم الصايغ، كنا دائما، وصار فيه صداقة كتير قوية، ومع سامي، ومع، اكتلك كل أقليم جبال، يعني، إذا بدي هلأ بلش، التعدد على سامي، من وجههم تحية، من وجههم تحية، بس فعلا، كانت يعني علاقة، وحتى كملت يعني علاقة، حتى مبارح، أنا كنت عم بحكي مع رئيس رستوم، رئيس أقليم جبال، ومجه له تحية، وحليم الحاج، وكل التيم، فدايما بقيت حتى على تواصل معهم، وكانت تجربة كتير حلوة، مش بس هيك، فتت يعني بقلب، طبعا لما أنت تسمع عن حزب، ولا عن أشخاص، غير ما تكون عم تتعاون، غير ما تتعاون وتفوت، وتعرف أنه فعلا، هول الحكي، والطروحات عم تسمعها، عم تطبق، مش بس كانت تتحكي، وهدف ما بتلمسوا، غير ما تشتغل معهم، وبدي أذكر حضرتك، أدي أخد أصوات ألف، نعم، ألف صوت، يعني ألف صوت بمنطقة جبال، بالخط يلي كان فيه، أمير المقداد، ترفع له القبعة يعني، يعطيك ألف عافية، أنا لهوم بدي أختم أنوياتك هذه الحلقة، الناشط السياسي والمرشح المقعد الشيعي في دائرة جبال، أستاذ أمير المقداد، شكرا على هذه المقابلة، مشاهدينا كرام فاصل، ومنتابع،